بكل تأكيد اليوم كندو على الدولة الإجتماعية الدولة الإجتماعية ماشي هي فقط الحماية الإجتماعية ندول الناس من إجبالها على المراض نطعم تعويات عائلية نطعم واحد تقاعون نطعم من حالة فقدان الشغل ولكن هي كذلك واحد تعليم لي هو جيد ولهو كيبشي لجميع المغاربة ليوم في المركز وكذلك ليوم في المداشر هو واحد وضع واحد العرض الصحي يتلاءم معادلناس لأن اليوم ما هو الصعيب؟ الصعيب هو أننا نزلنا الدولة الحماية الإجتماعية لدينا التسالة القانونية ولكن للأسف لدينا أيضا أمور التي تتبشر في الديمومة وليس لدينا أيضا أمور التي تتبشر في مسارة التمويل لدينا أيضا أمور مهم أعتقد أن اليوم في وضع الصحي خاص لا يتم إمتيازة للأطباء لأن اليوم من غير المقبول أن واحد الطبيب كان يكونه سبع سنوات أقل تقدير في المغرب يكلف لنا غير في الزمن لا أتكلم عن تكلفة المالية أتكلم عن تكلفة الزمنية باش أنا نكونه واحد طبيب اللي هو يعني تخدمه واحد بسوعة وشترين سنوات اللي بتكوين ومن باقي بشي فرنسا أو كندا أو إسبانيا أو إيطاليا يعني مجانا لهذه الأموات أعتقد بأن اليوم عندنا تعليم والصحة أنا مش ضد أنا لست ضد يعني نعم الطبيب الذي وكي بيكونش مجبر الذي يعمل في منطقة نائية في ظل عدم غياب أي ظروف عيش حسنة ولا الطبيب الذي يعمل في قطاع حكومي على مدى عشر ساعات أو ما يزيد نعم نعم مع ربط المجازات بالمردودية صحيح ليس في قطاع صحة فقط صحيح بل في كل القطاعات الدول التي نمت وتقدمت في سياساتها العمومية عندها لتاركت عندها الأهداف حقق للأهداف تتطور في مكانك مكان عملك كمرتبة عملية مهنية وتتطور في مداخلك المادي نحن مع ولكن أنا أقول أن هذا الإصلاح هو إصلاح شامل اليوم حين وجدت حلولا للأطباء والعاملين حتى على مستوى سنوات التعليم حتى على مستوى إنشاء كليات الطب والصيدلة وغيرها أمور كثيرة فتح المجال للاستثمار من القطاع بالموازد طب التعليم لأنه عماد أصلا بين المهندس والطبيب والمعلم وكل ما يوجد في مجتمع إنساني من مهام كنت أكيد نعتقد بأن التعليم والصحة وتشغيل من أبرز الأولوية